السلام عليكم كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير أتمنى تكونوا بخير اليوم سنة سنة المتحدة السادس الأعدادي يونت 5 لسن 10 الي هي قطعة يونت 5 الداخلة بالامتحانات الي عليها أسئلة وأجوبة صفحة 51 قطعة اسمها لماذا؟ يعني العطل مهمة جدا نبدأ نقرأ القطعة تحاول إن شاء الله تركز على اللفظ للطلاب الضعفاء شوية بالقراءة نحاولوا إن شاء الله يحسنون من لفظهم رح نقراها ونحاول نترجمها وبعدين نتناقش بالأسئلة والأجوب ومالتها لذلك اليوم إنه مهمة جدا من أي وقت آخر من أي وقت آخر من أي وقت آخر خنشوف خنشوف ليش الحياة سريعة جدا ونحن نقضي ونحن نقضي ونحن نقضي ونحن نقضي جزء كبير جدا من وقتنا بالعمل بجد بحيث بحيث نحتاج حقا أن نأخذ كلمة sufficient يعني enough يعني كافي نحتاج إلى وقت كافي زين يعني وقت الاستراحة القصد وإذا لم نفعل ذلك The pressure of life can affect both our physical and mental health وإذا لم نفعل ذلك يعني ما نأخذ استراحات The pressure of life كلمة pressure ما أنتبه على pronunciation على فضمانته pressure ضغط The pressure of life ضغط الحياة can affect وإن الممكن أن affect هذا فعل قبل كان وإن الممكن أن يؤثر على شنو both our physical and mental health على both كلا كلا يؤثر على كلا physical يعني الجسدي والmental العقلي health على الصحة الجسدية والعقلية physical and mental العقلي passage B مقطع B The stress of modern life ضغط الحياة العصرية أو الحديدة can cause من الممكن أن يسبب severe problems مشاكل شديدة It can cause high blood pressure من الممكن أن يسبب high blood pressure ضغط الدم المرتفع which can then cause strokes strokes والذي من الممكن أن يسبب strokes جلطات دماغية and heart attacks heart قلب attacks يعني شنو نوبات قلبية It also has an effect on our minds إنه كذلك له تأثير effect تأثير على شنو on our minds على عقولنا If we are always on the move يعني إذا إحنا دائما في حركة مستمرة We don't always notice how far we push our bodies سوف لن نلاحظ We don't always لا نلاحظ دائما كيف نحن ندفع بأجسادنا يعني نضغط عليه نزايد We don't eat regular meals يعني إحنا مناكل regular meals وجبات منتظمة We don't get enough sleep لا نحصل على enough sleep non-caffee And our free time is often interrupted by phone calls وفي أوقات فراغنا دائما شنو تتم مقاطعتنا By phone calls بمكالمات هاتفية يعني حتى بوقت فراغنا ما نرتاح The human body cannot continue like this indefinitely يعني يقول The human body جسم الإنسان cannot continue like this indefinitely لا يستطيع أن يستمر بهذا يعني بهيش شيء قطعا زين Both brain and body need a break يعني كلا الدماغ والجسم والجسد يحتاج إلى استراحة If we push them too far They will eventually let us down If we push them too far يعني هنانا مصطلح هذا push them too far معناته ضغطنا عليهم زايد على الدماغ وعلى الجسم إذا نضغط عليهم بشكل إضافي They will eventually let us down سوف eventually في نهاية الأمر let us down تخذلنا يعني صحتنا تتدهور بما معناه G العفو C There are more and more workaholics these days يعني هناك المزيد والمزيد من أكو مصطلح حسا بالأثر الحديث نزل اسمه workaholics يعني المدمنين على العمل workaholics these days هذه الأيام who think هذولة من الworkaholics هذولة ناس think يعتقدون that their work عملهم is too important to leave in the hands of others يعتقدون بأن عملهم is too important مهم جدا to leave in the hands of others يعني يخلوا بإيد الآخرين يعني ما يقدرون يخلوا بإيد الآخرين من الأهمية بحيث لا يستطيعون أن يتركوه بإيد الآخرين these people cannot bear to be away from the office هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يتحملوا to be away أن يكونون بعيدين from the office عن المكتب for more than a few hours لأكثر من ساعات قليلة فكرهم ودماغهم كل شيء متعلق بالشغل وبالمكتب وبالعمل they put off taking holidays يعني هم شنو؟ يؤجلون كلمة put off يؤجل they put off يؤجلون أخذ العطل والاستراحات ليش؟ why؟ because there is always another deadline or another deal around the corner يعني شنو؟ لأنهم لأنه دائما هم يعتقدون دائما لديهم في جدولهم شنو؟ another deadline موعد نهائي أو لصفقة معينة مثلاً أو صفقة أخرى another deal around the corner يعني تلوحوا في الأفق يعني عدهم بجدول أعمالهم دائما لو أكو صفقة لو أكو عدهم موعد وهكذا they often discover too light هم دائماً يكتشفون غالباً ما يكتشفون بس متأخر جداً there is more to life than work يعني أكو شيء بالحياة there is more to life than work أكو شيء بالحياة إضافة إلى العمل يعني الحياة مو بس عمل بس هذا الشيء يكتشفون متأخر خنشوف المقطع دي people like this people like this risk hurting not only their health but their personal relationships too يعني يقول الناس مثل هيتش مخاطرة يتخذون hurting يؤذون يعني not only their health مو بس صحتهم but their personal relationships too ولكن يؤذون شنو يؤثرون على علاقاتهم الشخصية too everyone needs to spend time with family or friends يعني كل شخص needs يحتاج أن يقضي وقت مع العائلة والأصدقاء and this time needs to be more than the occasional occasional snatched hour here to or there وهذا الوقت يعني نحتاج أن يكون شنو أكثر من هاي الساعة اللي يعني ياخذوها من أوقتهم هنا وهنا يعني قوة يشوف لساعة فنتفرق يعود يعني تواصل ويا أهله وأصدقاء ويقعدوا وياهم لا يقول يعني المفروض كل واحد يقضي وقت أكثر من هذا الشي لازم يخصصوا الوقت للعائلة للأصدقاء people who are close to us need to know that we care about them يعني شنو الناس الذين close كلمة close إذا تنقرأ بالأس close يعني مقربين الناس المقربين من عندنا يحتاجون أن يعلموا that we care بأننا care نهتم about them حولهم giving them a significant amount of our time ونعطيهم مبلغ عفوا مدة كافية of our time من وقتنا is how we show this giving them a significant amount of our time is how we show this يعني نعطاهم الوقت الكافي من وقتنا هي الطريقة اللي we show this يعني نظهر لهم هذا اللي هو شنو هذا يعني الاهتمام والمحب holiday time can give us this opportunity ووقت العطلة أو الاستراحة هو ممكن أن يعطينا هذه الفرصة opportunity مقطع الأخير holidays are important for everyone العطل هي مهمة لكل شخص not just the business man وليس فقط رجل الأعمال we all need a change of scene and a change of pace نحن جميعنا نحتاج تغيير بال يعني تغيير مناظر تغيير أوجه scene يعني مشهد أو منظر and a change of pace وتغيير شنو في ال pace يعني الخطعة أو الوتيرة الحياة we need to relax تحتاج أن نسترخي and take our minds of work ونأخذ عقولنا بعيدا عن العمل يعني نريح تماغنا راسنا شوية من العمل وبعد school من المدرسة the house من المنزق or whatever problems are worrying us at the time أو أيما أو أي مشاكل تقلقنا في الوقت الحالي يعني نحتاج أن نبتعد عن ذن كل ونأخذ إجازة وحتى الوقت قصيرة it doesn't matter whether we choose to spend this time lying on a beach tracking through rainforests or sightseeing ويقول إنه مو مهم فيما إذا إحنا نختار النقض الوقت نتمدد على الشاطئ or tracking through rainforests يعني نتجول في الغابات أو مشاهدة المناظر الطبيعية المهم تأخذ holiday عطلة أو إجازة or break what is important is the change المهم ما هو مهم هو التغيير إنسان يحتاج بين فترة وأخرى أن يغير يغير وجوه يغير أماكن a change of routine often helps us to look at our own lives in a different way شنو يعني يقول تغيير بالروتين الروتين يعني شنو يعني نوتيرة الحياة المشابه اليومية نفس الروتين هاي التغيير بالروتين غالبا ما يساعدنا to look at our own lives أن ننظر إلى حياتنا الخاصة in a different way بطريقة مختلفة أي طريقة different مختلفة holidays are vital to our general well being يعني العطل والإجازات are vital حاسمة حيوية مفيدة to our general well being لي شنو؟ لصحتنا العامة زين زين and leaving the mobile phone switched off that is vital too و وترك الموبايل مغلق that is vital too هذا مهم كذلك إن شاء الله بالفيديو القادم أو إن شاء الله نجزلكم صورة لبعض الأسئلة والأجوبة على هذه القطعة good luck كذلك